موسيقى 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 سباها الخير دائما منحب نضوي على الأعمال الخيرية والجمعيات اللي نبثقت فقط من حب خدمة المجتمع وخدمة الوطن جمعية أصدقاء الأردن ومجموعة من السيدات اللي منفتخر فيهم بمجتمعنا انه عندهم اللفتة لا يقدموا المساعدة وعم بيعملوا جاهدا انها توصل لكل الفئات وايضا كل المناطق عم نحكي عن جمعية أصدقاء الأردن وبيدي أرحب بداية بفلير زواتي المجالي صباح الخير حضرتك رئيس الجمعية أصدقاء الأردن أهلا وسهلا فيك أبدأ أصبح على ريفا حداد شربين أهلا وسهلا فيك ريفا أنت عضو مجلس إدارة منورينا مبارح أنا عم بحكي مع فلير بكل صراحة بتحكي لي انه خلاص ازهقنا من صبحيات وأعدات وهيك فقررنا انه ننقل يمكن الطاقة زايدة اللي عنا لخدمة المجتمع من 2002 عم بيكون لديكم نوعية رائعة جدا بالخدمات اللي عم بتقدموها لناس يمكن ما بغطر عبرنا احنا منجمع المبلغ وبروح يمكن للمساعدات العينية انتوا لأ زي ما بحكوا ما بتساعدوهم انهم او ما بتعطوهم السماك بتعلموهم يصيدوا فلو تخبرين من 2002 كيف جمعتوا حالكم وعملتوا جمعية أصدقاء الأردن اول شي طبعا دي اشكركم اشكر قناة رؤية على استضافتنا نحنا جمعية أصدقاء الأردن تأسسات سنة الالفين نحنا مجموعة ستات صحبات كنا دائما يعني نجتمع ونساعد جمعيات تانية بعدين فكرنا انه نحط جهودنا كلها مع بعض ونأسس جمعية وهيك كان فأسسنا جمعية أصدقاء الأردن بدنا نشتغل ندعم جمعيات تانية يعني نطلع مصاري نعمل نشاطات ونتبرع فيهم او انه نتبرع بأجهزة لمؤسسات او مراكز محتاجة بعدين فيه ست يعني لها الفضل وهي ست هلال مجالي هي بتعمل بالمجال التطوعي بغور الصافي فدعتنا نزور المنطقة وبالذات لغور فيفا ويعني الصراحة يعني تفاجأنا هذا الحقيق كان قبل من الالفين تفاجأنا بالوضع هناك فقررنا انه نركز كل اعمالنا بمنطقة غور فيفا حلو بس برضو الملفة بتجربتكم انه انتوا كنتوا تحبوا تساعدوا فكنتوا تتواجهوا للجمعيات وتحت مضلة مثلا هالجمعية عم بتقدموا المساعدة ولكن شعرتوا يمكن ريفا بالآخر انه لأ احنا لما نعمل جمعية مظبوطة انا اسمي بادوي ريفا مش ريفا او مش ريفا ايش معنا ريفا ما بعرف ريفا جدي انا سماني المظبوط احنا نفتخر بجمعيتنا نفتخر بالصحبات اللي بحبوا يعطوا عرفتي انه اناف انه الواحد بتحبي تروح تزوري ومثل ما قالت سيد طفلات بتحبي تروح تزوري وتتناقشي اشياء مع الناس وهيك بس اخر النهار بدك تحاسبي حالك ايش قدمتي لانه احنا ملتزمين قدام اولادنا للمستقبل ايش احنا قدمنا يعني للبلد اللي بتقدم لنا كتير احنا منا نقدم له منطقة فيفا بالنسبة لنا هي مثل البيبي عرفتي اخذناها منطقة كتير حلوة هي من المحميات هلأ عدد سكانها 3000 لما دخلناها ومثل ما قالت فلير انه الفضل لست هلال مجالي فيها مدرسة للبنين والبنات لاحظنا انه ما فيها روضة فكل جهودنا قلنا مننصب بهاي الروضة اللي اللي تصير هاي الروضة معلم من معالم فيفا فبلشنا نشتغل فيها من الالفين والتنين يعني بداية الانشاء الجماعية بدايتوا على طول بمشروع الروضة بنفتخر انه هلأ هاي السنة احنا عنا اللي اول فوج خرجناه هو هاي السنة بدي قدم توجيهي حالوة يعني انت عم تحكي على 12 سنة عم نشتغل في هاي المنطقة طبعا هاي الجماعية لما أسسناها وقررنا على هاي الروضة التجأنا لوزارة التربية لانه يعني روضة تعليمية سندتنا وزارة التربية سندتنا بالمعلمين والموظفين والمنهاج لفترة معينة قبل 3 سنين رفعت الوزارة التربية رفعت ايدها عنا فاحنا اشتغلنا ما في عندهن يمكن الطاقات الاموال الكافية ما عندهن فاحنا حولناها لروضة خاصة طبعا احنا مندفع عنا عنا الموظفين والمعلمات احنا مندفع معاشاتهم ملتزمين معاهم منجيب المنهاج نشتري المنهاج اللوازم القرطاسية كل هذا احنا ملتزمين فيه ملتزمين مع الطلاب من ناحية اللبسهم وزي المدرسة واهالي المنطقة يعني يعني مثلا المركز هاي تاعنا او الروضة تاعنا صارت مركز بهديك المنطقة بنعمل فيها نشاطاتنا يعني اي احتفالات من شارك الاهالي فيها هناك توزيع مساعدات المساعدات مثلا صار لكم مساحة خاصة لا تقدموا منك نصدنا كجمعية يعني معروفين حتى لما مننزل دغري بعرفونا اهل المنطقة عرفتي يعني برمضان احنا مننزل خلال رمضان منقدم طرود الخير منقدم مثلا اللباس غير ازاي المدرسي ملتزمين معهم باللبس للأعياد لللبس الشتوي طبعا احنا نشكر اللي بدعمونا يعني فيه كتير ناس تتبرع تيجي ناس تقولك عندي هذا المبلغ بديها للمطلان ترينيج سوت ببعتونا ترينيج سوت صرت تسهلوا كمان وصول المساعدات واللي حابب يقدم ومنشجع انه اللي بده يقدم كمان ينزل معنا لان هالناس لما تتبرع بتحب تشوف وين بتروح مصاريها مضموط صح اللي بتبرع دايما نارد عليه انه يجي معنا يوزع معنا لانه صراحة عملية التوزيع نفسها يعني ضرورية للمواطن الأردني حتى يشوف قديش في مناطق محتاجة لانه ما بيصدق الا ليشوف صراحة احنا ما كان عنا فكرة عن الوضع بالغير غير لما احنا رفنا بالضبط لازم باحد يشوف رح نحكي انه رح تعملوا حديقة ان شاء الله بس قبل بدي اعرف منكم عن الفعالية عشان هيك نعطيها ونحاول انه نشجع الناس اللي يساعدوكم وتوصلوا الخير وهو 28-11 خبير مع فكرة الآن نحنا بنعمل نشاطات خلال السنة حتى نقدر نعمل مصاري نصرف على هذه المشاريع اللي نسويها اهم مشروع اهم نشاط عنا اللي هو البزار البزار بنعمله سنويا هاي ثالث سنة بنجمع الايدي مجموعة من المبدعين والمبدعات بالبلد يعني حاليا السنة عنا حوالي ستة وخمسين مشارك ومشاركة وبعرضوا ابداعاتهم اليدوية اللي هي بتكون لسه ما وصلت مرحلة انهم يفتحوا محل او انهم يعرضوهم بمعارات لقدام الناس يعني انتو احنا منعرف الناس على هالمنتج وهم نفس الوقت بيختبروا المنتج وتجاوب الناس معهم منتج ايش يعني عم نحكي عن حرف يدوية اشغال هيك هالكور حرف يدوية مثلا اثاث ملابس مجوهرات تحف منزلية طعام يعني في هالك كتير ناس مبدعين بالبلاد وحلو اننا نعرف الناس عليهم حالو اذا بـ 28-11 رح هتجمعوا هالنا مبدعين بالماريوت ومن اي ساعة من العشرة الصباح للعشرة المسا حلو المبلغ كيف مفاكرين يتم يعني اكيد هو خيري فلما يدخلكم مبلغ مادي رح يكون مساعدة لمشروع معين ولا كل مشاريع الجمعية هلأ طبعا احنا عنا حديقة الحديقة العامة اللي بنا نعملها خلف الروضة هي مساحة كبيرة عنا احنا عم طبعا ان شاء الله يعني عم نتوقع ونصلي ربنا يبعث لنا الممولين لهاي الحديقة لان رح تكون حديقة هي عامة طبعا تحت اشرافنا المصاري اللي احنا بنوزعها طبعا مثل ما قالت هلأ سيد فليل رح تخبرك ايش المشاريع اللي احنا عم نعملها مش بس عنا فيفا يعني عنا الصور اذا بتحبوا كمان او انت تشرحي لنا عنها هون ايش عم نشوف هاي المشروع حديقة احنا عاملينه الحديقة العامة اه هذا التصور يعني في عندك هادي زي ما تقولي املنا انه هكي يكون انه نعملها حالو هاي تخريج الطلاب كل سنة من نحتفل معهن ومنخرجهن وهاي بالنسبة اليهن فرحة فرحة غير شكل بس هلأ تطورنا عليها يعني على بعدين عم تكلي مجهز بأحدث الأدوات يعني بالزبط 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 يعني احدث المواصفات مش انه اي شي يعني هذا زي المدرسي نعطيهن يا مرتين بالسنة هاي خلال التوزيع لما مننزل نوزع مساعدات فبكون طبعا يعني شي مؤثر وهون طلابنا تحصل الناس عداش بحاجة للمساعدة بالزبط برضو هاي ستات من ستات الجمعية خلال عملية التوزيع ناخد معنا طلاب مدارس خاصة من عمان وطبعا هم الطلاب هدولة اللي في عمان بتفاجئوا بالوضع ستات من ستات الجمعية حلو اللفت انكم تاخدوا طلاب عشان تحسسوا هذا الجيل اه طبعا لازم يتطلع على احتياجات غيره اه طبعا برضو هدولة طلاب من عمان عم بيساعدونا بالتوزيع حلو يعني انتوا زي ما حكيت بالبداية عندكم نوعية مميزة بالخدمات اللي عم بتقدموها بدنا نعرف بس سريعا تفاصيل عن الحديقة امتى ممكن يتم الانتهاء منها واهم المشاريع اللي حسيتوا انه بالفعل لمستوا التغيير بحياة الاشخاص هلا طبعا في عنا مشروع احنا عملنا هو مشروع البيوت اللي اشتغلنا معها مع مؤسسة الهابيتات مميزة والحلو بالهابتات هم اللي اللي ما بيشتغل وهدا احنا استفادنا منو انو هما مبدأهن انو ما ببني لك البيت انا وانتي بيجي بتقعد فيه مبدأهن احنا كجمعية كنا نقدم القرض صاحب البيت اللي هو رح يكون일و البيت اجباري انو يساعد فهذا البيت لما يخلص بيحس صاحب البيت أنه أنا تعبي مش أنه أنا شحدت ولا أنا أعطتوني مصاري ولا أعطتوني بيت ففي عندنا كثير من اللي عملنا لهم البيوت لاتر بالحياة شفناهن إيش أنجزوا هم اللي صار بده يعمل مشروع يعيش صار بده يزرع مثلا بديك المنطقة عندك الملوخية هاي البندورة هايك صار يزرع ويبيعوا يعني عندنا يعني عندنا قصص نجاحة فظيعة عندنا وبدي كمان هو ماضي الوقت بس سريعا بدي أحكي عن موضوع نقام بتتبرع أيضا برسوم الدراسة أيضا للطلاب يعني إحنا مش بس عندنا الروضة نحنا عملنا مكتبة كمان بغير الصافي اسمها مكتبة الرملة كانت المكتبة الوحيدة لفترة طويلة وبنتبرع برسومة توجيه للطلاب بغير الصافي ساعدنا إدامة وشركة البوتاس العربية لما مددوا عملوا طاقة شمسية بفيفا نوروا المدارس وروضتنا والجامع على الطاقة الشمسية كلنا يعني إحنا مساعدين لهم بالمنطقة لأنهم نعرف أهالي المنطقة شو كمان؟ ومندرس طلاب الجامعة يعني واحد من الموظفين اللي بشتغلوا معنا دائما عندنا طلاب جامعة بنتوا هلأ رح تتخرج مع أحلى الشعور إنكم حتى موضوع الروضة إنهم متخرجين إنتوا قدرتوا ساحبتوا بتخريج جيل كامل بالغور عن جد رائعين دي أشكركم أفلير زواتي المجالي رئيس الجمعية أصدقاء الأردن وريبا جربين حداد شربين عضو مجلس الإدارة وبدأ أنوه بـ 28-11 إن شاء الله رح يكون البزار منشجع الكل إنكم تكونوا متواجدياً تتبرعوا حتى ممكن لو ما بتحبوا الحرفة اليدوية لازم تحبوا عمل الخير وقديش عما بأثروا على مجتمعهم من جمعية أصدقاء الأردن